السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفسيرنا اليوم سيكون عن رؤية الفصولياء في المنام تعتبر الفصولياء من فصيلة البوكوليات وأوراقها تنحني مع إشراقة الشمس وتدور معها وفي الليل تنطوي على نفسها وكأنها نائمة وهذا ما يميزها ولكل نوع من أنواع الفصولياء في المنام دلالة وإشارة أما إيجابية أو سلبية وسوف نتحدث في هذا الفيديو عن رؤية الفصولياء في منام العزباء والمتزوجة والحامل والمطلقة والأرملة والرجل والشاب بكل مدلولاتها وإشاراتها بتفاصيل واضحة ومبسطة تلائم جميع شرائح المجتمع تابع معنا ترمز الفصولياء في المنام إلى تغيير جميع الأوضاع على مختلف المجالات إلى الأفضل وترمز أيضا إلى قدرة الحالم على إيجاد حلول ومخارج مناسبة لكل مأزق أو ورطة كما ترمز الرؤية إلى التحرر والحرية والثقة الكبيرة بالنفس تقول بعض المفسرين بأن رؤية الفصولياء في المنام ترمز إلى الهموم والأحزان والمناغصات ترمز الفصولياء البيضاء في المنام إلى خلق الفرص الممتازة والهمة وإلى العروض المغرية الفصولياء الخضراء في المنام تشير إلى قرب الفرق في الأوضاع المالية والمعيشية والنفسية الفصولياء الحمراء في المنام تدل على قصرة المطباط والعراقيل وعلى المشاكل والمتاعب وتدل أيضا على النميمة والغيبة والسرسرة ونقل الكلام ترمز رؤية الفصولياء السوداء في منام الحامل إلى بعض العراقيل التي تقف في طريق تحقيق الأهداف والأمنيات تشير رؤية الفصولياء في الحلم أيضا إلى الخصارة المالية والفشل في عمل أو مشروع أو علاقة الفصولياء المطبوخة في المنام وكان طعمها لذيزا وشهيا تشير إلى حصول الحالم على المال والربح والرزق أما إذا كان طعمها سيئا ومنظرها مقزز فالرؤية تشير إلى سوء الأوضاع الحالم وتقلب مزاجه وإلى عدم اللباقة في أحاديثه رؤية الفصولياء الخضراء المطبوخة التي طعمها غير لذيز ومنظرها ليس بشهي تدل على الخير وعلى حصوله على المال والرزق والربح أما إذا كان منظرها شهيا فهي إشارة للحالم على الفرق واليسر وتبدل الحال نحو الأفضل ترمز رؤية الفصولياء الخضراء المطبوخة بالزيت في المنام إلى تيسير أمور الحالم وإلى اليسر والفرق من يرى في منامه الفصولياء الفاسدة أو المتعفنة فسوف تقف المشاكل والمتاعب والعراقيل في طريقه وتدل الرؤية أيضا على الهموم والضغوط المالية الفصولياء البيضاء في منام العزباء تدل على تحقيق أهدفها وأمنيتها وإذا رأت الفتاة العزباء الفصولياء الخضراء في المنام وكانت سليمة وغير فاسدة فسوف يكتب لها التوفيق والنجاح على كافة الأصعدة وتدل الرؤية أيضا إلى المال الكثير وإذا رأت الفتاة العزباء الفصولياء الحمراء فسوف تقع في المشاكل والمتاعب وسوف تشعر بالغيرة والحسد والغضب وإذا قامت العزباء بطبخ الفصولياء في منامها فرؤية تشير إلى حدث سعيد قريب وإلى نجاحها وتفوقها في معظم المجالات إذا تناولت العزباء وجبة من الفصولياء المطبوخة في المنام فترمز الرؤية إلى الرزق والفرج والصحة والهناء ترمز رؤية قطف وجمع الفصولياء الخضراء إلى اقتراب موعد زواج العزباء وإلى النجاحات الكثيرة وعندما تقوم العزباء في منامها بشراء الفصولياء الخضراء الرؤية تشير إلى إقدامها على الارتباط بشاب هذا الارتباط سيؤدي إلى الزواج وتحقيق أهدفها وطموحتها تفسير الفصولياء في منام المتزوجة إذا رأت المتزوجة في منامها الفصولياء سواء كانت خضراء اللون أو بيضاء اللون ترمز إلى التحسن الملحوظ في أحوالها المعيشية والمالية وتبشرها الرؤية بالحملة والإنجاب وإذا رأت المتزوجة الفصولياء الحمراء في منامها فسوف تشعر بالقلق والتوتر وعدم الاستقرار رؤية طبخ الفصولياء في منام المتزوجة يدل على شعرها بالرضى والأمان كما ترمز إلى تحسن الأحوال المعيشية والمالية بعد الضيق وإذا قامت المتزوجة بزراعة الفاصلياء في منامها فسوف تسعد في حياتها وتجد المودة والتفاهم والهناء وإذا رأت المتزوجة نفسها في المنام وهي تأكل الفاصلياء النية وكان طعمها لذيزا وشهيا فسوف تنجح في جميع الأعمال التي تقوم بها وإذا رأت المتزوجة في المنام بأنها تأكل من الفاصلياء النية وكان طعمها غير جيد فسوف تقع في خلافات ومشاكل عديدة تفسير حلم الفاصلياء البيضاء أو الخضراء للحامل يدل على المال والربحة والرزق والخير وتدل أيضا على تيسير أمور حملها إذا رأت الحامل في منامها الفاصلياء الحمراء إشارة إلى مرورها بفترة من القلق والتوتر والحيرة وإذا تناولت المرأة الحامل في منامها وجبة من الفاصلياء البيضاء فالرؤية مليئة بالخير والبرقة وتشير إلى تيسير أمور الحالمة وإذا تناولت الحامل في منامها وجبة من الفاصلياء المطبوخة الرؤية تشير إلى اليسرى والفرج والصحة الجيدة تفسير رؤية الفاصلياء في منام المطلقة أو الأرملة عندما ترى المرأة المطلقة أو الأرملة في منامها الفاصلياء سواء كانت خضراء أو بيضاء الرؤية إشارة إلى خير بشكل عام حيث ترمز إلى اقتراب موعد الفرج واليسرى والفرح والسرور كما تبشرها الرؤية بارتبطها برغل آخر وزواجها منه أما إذا أخذت المطلقة الفاصلياء الخضراء أو البيضاء فتشير هذه الرؤية إلى عودة العلاقات بين المرأة المطلقة وزوجها تشير رؤية الفاصلياء الحمراء في منام المطلقة أو الأرملة إلى خلق المتاعب والمصاعب والهموم وتشير إلى شعور الحالمة بالخوف وعدم الاستقرار وإذا تناولت المطلقة أو الأرملة وجبة من الفصلياء المطبوخة الرؤية تشير إلى إتمام أمور أو أعمال على أكمل وجه وتشير الرؤية أيضا إلى نوالها الخير والرزق والمال في وقت قريب رؤية الفصلية الخضراء أو البيضاء في منام الرجل والشاب دليل على الخير والرزق والبرقة أما إذا رأى الشاب الأعزب هذه الرؤية فهي بشرة له بالزواج القريب بإذن الله تعالى تدل الفصولية الحمراء للرجل أو الأعزب في الحلم على القلق والتوتر الذي يعيشه الحالم في حياته وإذا أكل الرجل في منامه وجبة الفصولية المطبوخة الرؤية دلالة على بشارة صارة وخير ورزق ونجاح في عمل وإذا رأى الرجل أو الشاب العازب في منامه الفصول يا إنية الرؤية تشير إلى تصرعه وتهوره في العمل الذي ينجزه وإذا رأى في منامه أنه يقوم بزراعة الفصول يا فالرؤية ترمز إلى الربح والرزق والخير وإذا قام الرجل المتزوج أو الشاب الأعزب بجمع الفصول يا أو لمها الرؤية ترمز إلى السعى الكبيرة في الرزق والمال وترمز أيضا إلى إحراز النجاح والتفوق رؤية شراء الفصول يا في منام الرجل المتزوج أو العازب فسوف يشهد الكثير من الأحداث السعيدة ويسمع على عديد من الأخبار المفرحة وتشير الرؤية أيضا إلى زواج الشاب الأعزب في وقت قريب إن شاء الله تعالى رؤية تقطيع الفصول يا في المنام تدل على النجاح الذي يحققه الحالم في مخطط أو مشروع أو عمل بيع الفصول يا البيضاء أو الخضراء في المنام ترمز إلى إضاعة بعض الفرص الجيدة المتاحة وإلى تعرض الحالم للخسائر المالية وقد ترمز أيضا إلى وقوع الخلافات والنزاعات شراء الفصول يا البيضاء في منام الحامل تدل على الزفر وتحقيق النجاح بعد طول انتظار من يشتر الفصول يا الخضراء في منامه الرؤية تحمل بشائر الخير كزيادة كبيرة في المال والخير والأرباح حصاد الفصول يا أو قطفها في المنام يدل على الغنى والمال والصراء وعلى المركز الرفيع أو المنصب المرموك وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد لا تنسوا تقييم الفيديو بالإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد لنا إلى اللقاء